في أيامنا هذه هناك بعض المتشددين أو أصحاب الرأي القاسي نوعا ما في طرحهم أو في تصوراتهم حين تصيب أزمة اقتصادية بعض الأمور الاقتصادية التي تؤثر على عموم الناس وعموم المجتمع يقولون هذا لأنكم فعلتم كذا وكذا وكذا فهذا عقاب الله لكم هكذا يطرحون الأمر في واقع الأمر عن الناحية الأخرى يقول البعض أنكم لا تؤمنون بالله حق إيمانه ولا تفعلون كذا ولا تفعلون كذا فهذا من ابتلاء الله لكم هل هذا واقع أن نتحدث على عموم شعب أو عموم الدولة أو عموم المصريين أو أيما كان الموقع بأنكم إذا أصابتكم ابتلاءات من أي نوع أو ضيق من أي نوع أنه لأنه ليس بينكم من يفعل كذا ومن يفعل كذا أو أنكم قصرتم في شرع الله وقصرتم في حقوق الله وغير ذلك في حين أن الناس تقول على الجانب الآخر طيب ما في بلدان يعني ليست يعني على ملة الإسلام أصلا لكن لديها الكثير من الخير ويعني لديها الكثير من العمار وغير ذلك هذا القرح كيف ينظر إليه مولانا الدكتور أحمد عمر هج أنظر إليه على أنه رؤية غير كاملة لأن ما يصيب من جوائح أو فاقة أو ضعف في الاقتصاد أو نحو ذلك قد يكون ابتلاء من الله وقد يكون أمرا طبيعيا وعاديا وحدث حتى في عهد الرسول نفسه عهد الصحابة أنفسهم وكانت خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلوناهم ثم الذين يلوناهم لماذا حفظها القرح وهم كانوا على درجة أعلى درجة من التقوى ومن الصلاة اختبار وابتلاء وطبيعة الأشياء أصابت الناس البأساء والضراء كما يقول القرآن لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسد قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون فالشاهد أن الحكم لعلهم يتضرعون يعني يكثرون ويخلصون الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة نعم فنحن حين تأتي مثل هذه الأمور نوقن بأن الله سبحانه بيده الأمر كله وأنه إذا ابتلان بهذا نتضرع إليه ونتوب إليه ونخلص الإنابة إليه لكن ليس معنى هذا أن الله غاضب على الناس أبدا هناك حديث يبشر الأمة الإسلامية بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلى قول الله تعالى في شأن سيدنا إبراهيم ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرناهم فإنك أنت العزي الحكم رفع الرسول كفيه ودعا ربه وتضرع إليه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى رسول الله فرب العزة أرسل جبريل وقال قل لم وربك أعلم وهو أعلم قل لمحمد ما يبكيك وهو أعلم وإذا كان رب العزة أعلم فلماذا يرسل جبريل يسأله ليعلم أهل السماوات والأرض على مكانة هذا النبي العظيم فلما علم وعاد إلى ربه قال رب العزة يا جبريل إذا بلا محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك فدي بشرى بشرى عظيمة وحديث أنت مع من أحببت فنحن نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر والصحابة حتى قال سيدنا أنس ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث أنت مع من أحببت